وارجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وانضمت لنا القامة العلمية اللي دوماً متابعين الصفحة عندي بعتولي على الإنبوكس الحقيقة إن هم عايزين دكتور رانيا السيد استشاري لعلاج الطبيعي أمراض المخ والأعصاب كتير جداً عندي يا دكتور رانيا مش عارفة أقولك الطلبات قد إيه فالحقيقة إن أنا طلبتها رغم كل مشغلها والعمليات والعمل وزحمة الشغل لكن هي تكرمت وتفضلت معنا في الحلقة دي النهاردة أهلاً بيك دكتور رانيا من ورانا في سيدي ساعة أمل كالعادة أهلاً مسينا مشاهدين بيحبوا حضرتك جداً الحمد لله كده حضرتك كده من وراني فانا من النهاردة الحقيقة هنتكلم في موضوع مهم جداً علاج التبول لإراضي والسلس البولي دكتور رانيا خلينا ندخل على طول في أسئلة السيدة المشاهدين اللي بعتنها عايزين نعرف أنت يتم التحكم في البول عند الأطفال تمام المخ بيبدأ الجهاز اللي مسؤول عن التحكم أو الجزء في المخ بمعنى أصحي المسؤول عن التحكم في البول عند سنتين تمام؟ من سنتين بحد أكثر حد ثلاث سنين نقول ده وقت التحكم يبقى إذن الناس اللي بتعمل البوتي ترينينج أو تدرب الأطفال على أنهم يعملوا اليورن أو البول يعني قبل سنتين غلط 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 ويسبب لنا مشاكل أنت أولاً بتكهاريه نفسياً أنك بتزعائيه وبتعق بيه على حاجة هو مش متحكم فيها أصلاً ده جير أنه هو على المدى الطويل ممكن ده يكون سبب من أسباب التبول اللي إيراضي الليلي فيما بعد يبقى ممنوع يا جماعة حد يدرب أي بيبي حد عنده فيكو أي حد عنده بيبي ما بندربش الأطفال على عملية التبول خالص بالبومبرز لحد سنتين سنتين كتير دكتور ده احنا كنا بنقعد من 14 كل الكلام ده غلط يبقى قبل سنتين؟ الجهاز أو الجزء في المخ المسؤول عن التحكم في البول أصلاً ما اكتملش ده هو بيكتمل من سنتين قبطه في أطفال لحد ثلاث سنين يبقى إذن إحنا بندرب بعد السنتين بندرب مش بندرب 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 مش بندرب الطفل يعني يبقى عنده كم سنة ويتجي أنه هو يتبول يعني خلاص يبقى تدرب ويتجي بقى ما يبس بمبرزي إحنا من سنتين لحد ثلاث سنين ده سنة تدريب ده سنة تدريب ده سنة تدريب من أول أربع سنين نقدر نحكم عليه إذا حصل كده نقدر نقول أنه عنده قبل كده ممنوع تقولي تعقبيه ممنوع يعني مجرد العقاب هو بيتدرب اسمها ترين حبيبي هنروح الحمام لما نحسب كده كده غلط كده من جير تعنيف وإحنا بندرب هو خلاص سنتين دي كمان البيبي خلاص بيبقى مش بيبي بيبقى كبر شوية بيبقى فاهم هيقولك مرة هتيجي معي مرة ليه كده حبيبي وندخله الحمام تمام بس يعني من جير تعنيف لأنه هو في أطفال أصلا هو المفروض بيكتمل عنده سنتين أبتو ثلاث سنين تمام بعد ثلاث سنين بعد ثلاث سنين بقى فيه سنة بنسب هالوس بيس تدريب برضو بعد كده من أول أربع سنين نقدر نحكم على الطفل إذا نازل منه بول في فترة النهار أو الليل إنه عنده تباول لا إيراد إذن دكتور ده بقي خلينا نسأل بقى السؤال اللي بعد هو إيه أسباب حدوث السلس بول تباول لا إيراد أخو على طول إنه إنقس اللي هو إيه اللي بيدربوا لدهم وبيعاقبوا الطفل وبيكهروا نفسيا قبل السنتين إنه هو لازم يعمل التباول في الحمام أو في البوتي ممنوع البوتي ترينيج زي ما قلنا قبل سنتين فده أول سبب ده أول سبب بيدعف عدارات المسانة وبيسبب مشاكل نفسية عنده يعني هو أصلا من الخوف بيهرب البول فده يعتبر سبب بالزبط كده تاني السبب إنه هما بيبقى عندهم ضعف وعدم تطور في عدارات المسانة طبيعية وضعف تالت سبب ضعف في عدارات الخود وعدارات اسمها عدارات قاع الحود طبيعة العدارات بتاعة الولاد دولة أو الناس دولة طبيعة العدارات ضعيفة في المكان ده خلاص برضو ممكن يكون فيه ضعف في الأعصاب أو في الدورة الدموية المغزية للأعصاب اللي بتزبط التحكم في المسانة تمام في أسباب نفسية طبعا مش هنقدر نكسيكلود ده تماما بس مش هي كل السبب لازم مع السبب النفس يكون فيه سبب عضوي بس دي الأسباب الرئيسية يعني إيه اللي بتحصل وتسبب لنا التباول اللاقيرادي الليلي 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 كويسين ليه؟ لأنه المشكلة في ضعف عضلاته فهو بيعليكها بحاجة اسمها البرسابشن يعني إيه برسابشن؟ يعني الإدراك يعني هو بيعلم نفسه أنه يتحكم في البول مش عن طريق الكنترول العضلي قد ما هو عن طريق الإدراك بيحس أنه المسانة امتلقت فبيدخل وهو صاحي يفضي المسانة بلا أصبع فيه مشكلة بتبقى ضرورية أو ينذكرها في حالات التباول الإرادي الليلي بالزاد لازم نسكوب عليها أنه هما بيبعندهم اتراف في مراحل النوم خلينا نبسطها كده نشرح الحاجات التلاصم العلمية دي بشكل متوسط إحنا عندنا النوم في أربع مراحل مرحلة أو مرحلتين نقول مرحلتين كبار المرحلة الأولانية اسمها دي بيمر فيها البنيادة سواء كبير أو صغير بتلات مراحل النوم اللي هو في أول النوم الخفيف وبعدين النوم المتوسط اللي هو أنا رولعت النوم النور حستي إن كايزة تدخلي حمال بتصحي فيها وبعدين تنتقلي لمرحلة الديب سليب النوم العميق وبعدين تتنقلي لمرحلة الرابعة اللي هي النوم رامس ديب اللي هو المسل تون بتاعك التون بتاع العضلات يبدأ يرجع تاني والاكتيفتي بتاعت القلب بتبدأ نشاط القلب يرجع تاني اللي هي قريبة خلاص من الإفاق دي المرحلة الرابعة الناس دور بقى بيبقى عندهم مشكلة إنه هم في عدم يعني فيه اتراب في المراحل دي بيدخلوا المفروض الإنسان الطبيعي بيدخل في اللي هي المرحلة الرابعة اللي هي بيبقى نص نومة دي اللي هي اللي هي اللي سامية الرامس ديب اللي هو يقدر يزحى فيها بيعدي عليها من 4 ل 5 سايكلز في النوم والبني أدم الطبيعي بيقدر اللي معدوش التراب بيقدر يتنقل بين مراحل النوم مختلفة يعني من الديب السليب اللي هي المرحلة التالتة المرحلة الرابعة بتاعت الريب ومن الديب اللي قبلها يعني يعرف يتنقل بين مراحل النوم المختلفة ده الطبيعي ده طبيعي لكن اللي مش طبيعي بقى إنه يحصل التراب إنه يقف عند المرحلة بتاعته دي بس دي بالنوم العميق وما يسحاش يبقى عندنا ضعف في المسانة وعندنا مشكلة تانية اللي هي اتراب النوم هو في نوم عميق جدا ودي بنعمل لها تأهيل معين النوم علاج اترابات النوم دي حاجة برضو دخلة في برنامج التأهيل اللي احنا هنقوله بنعلمهم ازاي بندرجه بتدريب معين هنقوله في شرح العلاج دي حاجة من حاجات اللي احنا هنأهل العيان فيها تمام تمام السن بقى فاندم اللي بيبدأ عنه المرض دي احنا كده حضرتك تقريبا قلتي بدءا من 4 سنين من 4 سنين بقى قبطوا بقى بيجينا ناس تين ايجيز كمان اللي هما 18 و17 وعشان هما ما تعالجوش وهم صغيرين عشان هما مش عارفين يروحوا لمن ومين بيعالج التخصص التباوي الايرادي فبيتوهما بين التخصصات المختلفة لان هو هما برضو الناس بتبقى فاهمة انه دي مش مش ربطينها انها ضعفة في عضلات المسانع والتراف في النوم وازاي نعالجو كعلاك طب اي لا هما بيبقوا ربطينه انه هو حاجة خاصة بالجهاز البولي نفسي نفسي بس اه اه فقط بالزبط كده طب ازاي فاندم طرق التقييم وتشخيص بعد مرض زي كده طرق التقييم وتشخيص احنا طبعا دي من الحاجات اللي احنا بنعمل لها في التشخيص حاجة اسمها objective objective يعني ينسي بتقييم وتأكده من القياس قبل وبعد العلاج عندنا جهاز مخصوص بيقيس درجة انكباض العضلة بتاعت التبول بنقدر نقيسه وبيدينا رقم معين يعني ارقم معينة الرقم ده معناها ان العضلات ضعيفة احنا بيبقى عندنا هدف نوصل لرقم معين عشان نقدر نقول ان العضلات دي الكنترول بتاعها كويس يبقى فيه اجهزة بتبين بنقيس وبنقيس قبل وبعد وبناء عليه بناخد القرار هنعمل كورس واحد علاجي ولا اتنين ولا تلاتة على حسب اه طب ايه تعليمات يا فندم اللي المفروض المريض هنا يتبعها اه بصي وطرق العلاج الموضوع ده فيه تعليمات مهمة اوية بحب يعني اعرفها للناس او لان التعليمات شغل الناس كتير الحقيقة اه اه التعليمات كمان في الموضوع ده شوية باعتبرها جزء من العلاج اكيد مش مجرد ايه خلني بقلق ده جزء من العلاج اه فالتعليمات مشكلة التباول اللي ايرودي بالذات باعتبرها ان انت لو عملتها يبقى انت ساهبت معي ده دخل جوه العلاج بتاعك مش مجرد نصايح او تعليمات بنقولها للناس لا ده جزء من علاجك اول حاجة طبعا ان احنا هنقولهم معلومة مش هيتخيلوها لأ احنا عايزين نشرب مية وسويل بشكل كافي طول اليوم عشان اثناء الجلسات وبعد كده عشان ده يكون نوع من انواع تدريب المسانة ليك اثناء النهار بس هنتجنب تانية حاجة هنتجنب القافيين والمياه الغازية بعد المغرب لانها بنعتبرها من الحاجات اللي بنسميها ايه مدرة للبول فما تعملش حاجة بعد المغرب عشان ما حصلش تباول الارادي اللي سوائلو هنمنع اكل اكل من الشرب بس اكل الحاجات اللي هي بتحتوي على نسبة مية عالية زي البطيخ زي الانانيس زي كانت لوب كل الحاجات دي لحطة الطبيعي فانت من ان يكون بطيخ وقت متأخر تدخل الحمام كتير بالضبط والشرب قبل النوم بتلات ساعات يبقى انت عندك طول اليوم براحتك بس هنمنع قبل النوم بتلات ساعات الحاجات دي خلاص السوائل العصاير المية المأكلات اللي بتحتوي على نسبة مية عالية خلاص هنمنع رابع حاجة مهمة جدا جدا لبس ملابس كتنية عشان ما يحصلش التهابات والالتهابات او برودة في المكان ده هنخلي دايما لبس ملابس كتنية التنشيف بعد التباول يكون بفوضة كتنية علشان ساعات المناديل والحاجات دي بتسيب رواسب بتعمل انفكشن بتعمل انفكشن الرواسب اللي بتتفضل مع العرق والحر تعمل ميكروبات او مشاكل في مجرى البول خلاص يبقى هنعمل التعليمات دي تاني حاجة بقى مهمة جدا هتعتبر جول عليك بنقولها لهم طريقة السحيونة احنا قلنا ان هما بيدخلوا في مرحلة النوم العمي وما بيقدروش يتنقلوا المرحلة اللي بعد طيب نعمل ايه عشان ندخلها لهم بالتدريب بصوا بقى احنا بندرب المخ دي حركة مش موجودة في المخ وهنعلمها له هنعلمها له ازاي بقى فانا؟ هنعلمها له ازاي بصوا يعني ايه هنعلمها له؟ يعني زي السواء انت اول مرة هيجي اسواء العربية انا اصلا مش متعلمة السواء بس بفدل ادخلها للمخ لحد ما المخ يخفزها لما خلاص الحركات بتبقى؟ بالضبط كده فهو دي احنا برضو هنعلمها له نعلمها له ازاي بقى هيزحى منه هنصبت الارب وهيزحى منهم كل 3 ساعات حتى الافاقة اذا ما فقش يبقى معظم الامهات بيعملوا ايه في الحركة دي بتاخدوا حبيبي نايم توديها الحمام وهي نايمة او هو نايم وترجحها نايمة هي اسم ما سحيتش هي لسه في الديب سليب بتاعها طيب وبعدين؟ فلازم تسحى الى درجة الافاقة انا ركز انها فاقت لا سحية فين موبايلك ترد عليه؟ تقوم هي تدخل التوالية لازم تتأكد انها فقت لو ما فقتش يبقى انت معلمتهاش تتنقل للمرحلة دي ممكن التدريب ده حتى بعد ما نخلص العلاج لانه تدريب المخ من الحاجات اللي بتاخد وقت يعني مثلا على اقل بنعملها 3 شهور عشان يحصل برمجة للمخ حتى لو خلصنا الجلسات وان عضلات استجابت قبل كده بنستمر في تدريب المخ ده شوية لانه تدريب المخ ممكن ياخد وقت اطول طرق العلاج فاندم كده حضرتك قلت ديها؟ لا لسه بقى هنشرح العلاج لسه ما عالج نومش احنا كل اللي قلنا دي كانت تعليمات هنمشي عليها هنمشي عليها علشان نبدأ معهم العلاج طيب احنا زي ما شرحنا انه في ضعف في عضلات المسانع وضعف في الاعصاب اللي بتؤدي للتحكم في البول فاحنا يبقى احنا شغلنا هيبقى على العضلات وهيبقى على الاعصاب تمام؟ طيب بمعنى ايه؟ هنعمل اجهزة بتعمل يعني نعمل انواع تنبيه الكهربائي بشكل معين يا اما بحاجة اسمع بين الكترودي يا اما عن طريق ابر بتعمل تنبيه كهربائي بشكل معين لعضلات المسانع السجيرة وبنعمل تنبيه كهربائي لعضلات الحد وبنعمل اجهزة بتزود الدورة الدموية السطحية والعميقة اللي موصلة للعصب اللي بيعمل كنترول في عضلات المسانع تمام؟ بطرق كتير باكتر يعني من جهزة الجاسة بتبقى في حدود ساعتين ونص او ثلاث ساعات بتبقى برضو كطبيعة شغلية بيبقى كورس مكسف بنشوف المشكلة فيه وبنعلاجها العلاج بيبقى 12 جلسة وبعد كده بنرجع ناخد مقاس العضلة تاني نشوف استجابة ووصلنا للرينج اللي احنا عايزينه ولا لا تمام؟ بيبقى 12 جلسة ينفع كل يوم وينفع يوم بعد يوم الاتنين ينفعوا بنحتاج بقى نعيد من كورس الاتنين لتلاتة على حسب استجابة المريض ووصل للرقم اللي احنا عايزينه ولا ما وصلش تمام؟ دي طرق العلاج طيب ننتقل لحاجة تانية الثلس البولي ايه هو الثلس البولي؟ طيب الثلس البولي ده من اسمه ده بيحصل تسريب نوع من عنواع تسريب للبول تمام؟ احنا كده خلاص عدنا من التبول اللائراد самомلي الليلي الليلي اللي يحصل عند الاطفال والمرخي بيعطيك التبول اللائراد самомلي بيركز ان هو ليلي perchance اه 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 وانتقلنا للستلس البولي بيعطيك غير بيحصل في الناس الكبار في الناس الكبار وده بيحصل اثناء اليوم آه مش حاجة احنا بتكلم على نوع تاني نوع تاني من التبول اللائراد آه بسو بنهار بقى الأولين اللي هو النكتورنر إيوريزيز ده الليلي ده ليلي وبتاع الأطفال والمراكين دلوقتي احنا بنتنقل عند الكبار عند الكبار تمام؟ طيب الثلاث الباوي ده من اسمه ثلاث البول بيسرب منه في منه ثلاث أنواع مشهورين جدا أول نوع الثلاث الباوي اللي هو اسمه يعني إيه؟ من اسمه مع السترس يعني أي حاجة تزود البرشر يحصل تنقيط للبول زي عندنا إيه؟ العرس الكحة تشيل حاجة تقيلة تنقل حاجة من مكانها تلاقيه خصوصا مشهور قوي في الستات آه بيحصل في الستات كتير قوي تلاقيه صار رابط بول خلاص النوع ده بيحصل يا إما بسبب الولادات الطبيعية الكتير آه خلاص أو طبيعة عضلات القاع الحوضة عندها وعضلات المسانة طبيعيتها برضو ضعيفة فجأت في سن معين دافت بعد الولادة دافت دافت آه آه أو أن العضلات قريزي ضعيفة دافت مع الوقت ومع السن ضعفت مع السن دافت تمام آه أو أن هما يكون الناس اللي هما بيبقى عندهم حقنوا بوتوكس في العضلات دي قبل كده ما هو البوتوكس ده من الحاجات اللي بتضعف العضلات أو بتشل العضلات بوتوكس في العضلات دي آه تيجي تقح تسجيل حاجة تلاقي نفسها بتسرب بول ده النوع الأوليني النوع التاني من اسمه أوفر أكتف بلادر أوفر أكتف من اسمها ان هي بيحصل فيها انكباضات سريعة الإنساني وأمش عارف يتحكم في الانكباضات فجأة يحصل انكباضه البول بينزل ومهو مش لحقه من اسمه طبعا واضح قوي انهو بيحصل في كبار السن حتى هي تقولك أنا عمش عارفة فجأة لقيت البول بينزل مني ومش لحقه نفسي وهي ما كانتش قبل كده وهي ما كانتش قبل كده كده بينزل لوحده دي اسمها أوفر أكتف بلادر يحصل انكباضات انكباضات في المسانة تقوم منزلها محتوياتها يدى البول يصرب منها قبل حتى ما تدخل الحمان وده مشهور قوي قوي نوع ده في كبار السن النوع التالت اسمه أوفر فلو أوفر فلو يعني اين؟ المسانة مش بتفرغ محتوياتها كويس فبيتفضل بواقي بول في المسانة فإيه اللي يحصل البواقي دي تفضل تتراكب وتتجمع مع بعضها وبعدين يحصل تسريب تسرب ده بيحصل أكتر في الناس اللي عندهم تضخمات أو مشاكل في البروستاتا ده النوع التالت طيب دكتور برضو عندنا سؤال على الصفحة ناس سألة يترى ضعف عضلات الحوض والمسانة بأسر على العلاقة الحمية بصدي الناس اللي هم عم حصل لهم مولادات خصوح الولادة الطبيعي كثير أو عندهم ضعف في عضلات الحوض أو المسانة وبيبقى معيهم ضعف في العضلة القابضة للمهبل فده بيأثر طبعا على العلاقة الحميمية لأن العضلة بتبقى حصل فيها نوع من أنواع الارتخاء تمام؟ دي في الحالة دي بقى بنعمل ألاج بنقوي عضلات قاع الحوض وبنقوي العضلات بتاعت المسانة وبنقوي عن طريق جهاز بيدخل جوه المهبل بنقوي العضلات القابضة للمهبل بجلسات بيبقوا برعا تلات زيارات ما بيبقوش كثير بيبقوا تلات زيارات بنعمل فيهم جلسة التقوية بتاعت الحوض يعني بيبقوا جلستين في اليوم وجلسة على العضلة القابضة للمسانة بتعمل جلستين في اليوم تلات مراته وتخلص الكرسي خالي المال المضوط ده بس مش يأثر على علاقة الحميمية ممكن بعد كده يحصل سقوط في المهبل وسقوط في الرحم يدخلنا لو أعملته يدخلنا في المشاكل دي يحصل ارتخاء بقى في عضلات المهبل ده يدخلنا في سقوط الرحم وسقوط المهبل والمشاكل دي حلات أجمل كده يعني مفور تلحق بسرعة طيب دكتور هل علاج الدوائي بيجيب نتيجة في الحالات دي كده فاندنا طيب أنا هشرحها بطريقة بسيطة جيدة عشان اللفة بس الناس بيرفوها وخدنا وعملنا ده احنا قلنا ده مشكلة سببها ضعف عضلات فيه دوة ممكن يأولنا العضلة بتاعتنا لوجيكة لوجيكة لا طبعا لا مشيش دوة يبقى احنا لازم هنعمل مجموعة تمارين معينة ونقوي بها العضلة ومجموعة جلسات معينة بتقوي العضلات ومجموعة أجهزة معينة بزود بها الدورة الدمارية للأعصاب اللي بتكنترول العضلات يبقى كل الموضوع ناتج عن التحكم العضلي أو ضعف التحكم العضلي يبقى ده علاجه بالجلسات لا هواش علاج دوة ايه؟ في الأغلب لا في الأغلب لا إلا لو حد بقى عنده مشاكل مصاحبة زي التهير في مجرى البول زي يعني لكن لو المشكلة ضعف عضلات بس وتبولة إيرودي بس لا هيبقى العلاج الأساسي دي العلاج للجلسات اللي بتتعامل عندنا تمام طيب دكتور راني عايزة عيد تاني على حضرتك سؤال نصايح للموضوعات اللي احنا كلمنا فيها دلوقتي ربما حد ليسا فاتح تلفزيون حاجة ما سمعناش من البداية نصايح كده عامة للموضوعات اللي احنا قلناها دلوقتي طيب احنا فيه فيه من ضمن الحاجات اللي احنا احنا قلنا ان احنا هنمنع شارب السوائل قبل النوم بتلات ساعات السحيان حتى الإفاقة كل تلات ساعات في النوم لبس ملابس كتنية خصويا في فصل الصيف تنشيف بفوتة كتنية للناس اللي عندهم مشكلة التبول الإيرودي عشان نمنع حدوث زي ما قلنا عدوة أو مكروب الحاجة المهمة بقى انه فيه تمارين معينة دي احنا ما ذكرناهاش بنعلم هلهم بيعملوها في وقت التبول في آخر وفي منتصف وفي أول التبول بحيث انه تمارين دي بتحافظ على قوة العدرات بعد ما احنا حتى بنخلص الجلسات معاهم دي تحافظ على قوة العدرات دي بتعملها أثناء العلاج وبعد العلاج أثناء العلاج وبعد العلاج طيب فيه سؤال عندي على الصفحة يا فندم بخصوص موضوع التبول اللي إيراجي انه فيه حد عنده ابنه بس مش طفل هو عنده ستاشر سبعتاشر سنة وعنده الموضوع ده طيب ستاشر سبعتاشر سنة زي ما احنا قنات تبولي إيرادي الليلي 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 بيحصل بيحصل بيحلقي زي بول نازل منه أصبعا غزبا عنه آه هو مش غزبا هو مش حاسس أصلا آه آه لأنه ما تنقلش هو لسه في مرحلة النوم العميق فبيصحة إيه اللي حصل ده السنة مش طفولة ما هو مش طفولة بس هو ما تعليقش مهو المشكلة دي من المشاكل ما هو انتي ما عملتيش كنترول للعضلات من المشاكل إذا لو ما تعالجتش تفضل موجودة آه لو ما تعالجش هتبقى في التلاتينات وعندها المشكلة دي هتبقى في الاربانات وعندها المشكلة دي المشكلة دي بتفضل موجودة إلى أن يتعالج المريض آه إذا ده تشخيصه إن هو كان عنده أصلا وهو مر مرحلة طفولة وما تعالجش منها بالزبط يعني ده أكيد كان بيحصل من قبل كده آه وهو ما اشتكاش حيا دكتورة رانيا وقتنا الحلو الجميل مع حضرتك العادة بينتهي بسرعة وبرضو على وعد بلقاء تاني إننا عارفة أننا هلاقي على الصفحة أسئلة تانية وسادة المشاهدين دايماً الحقيقة بيطلبوا سياتك آه بشكرك شكراً جزيلاً دكتورة رانيا سيد استشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب آه شكراً جزيلاً لفندم ونورتينا في سنة ساعة أمان على بعد بلقاء حلقة إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل